يا صباح الفل على كل سيدة المشاهدين اللي بيشوفونا ويوم جديد ونهارك سعيد ودلوقتي جينا مع فقرة الصحافة وهي استعراض لأهم عنوين الصحف الرسمية وغير رسمية كمان ومنورنا في استوديو الأستاذ عدل السنهوري مدير تحرير اليوم السابع صباح الخير يا فانت صباح الخير صباح الخير زي حضرتك شاهدين كله تمام ممكن نهاردة أخبارنا صخنا شوية نحية على طول خالصة طبعا في أخبار مبشرة شوية الحمد لله من جريدة المصر اليوم والصفحة الأولى الإسلاميون يستعرضون القوة في التحرير وعندنا الخبر التاني اللي معنا النهاردة المتعلق برضو بالخبر الأولاني من جريدة الأخبار المجلس العسكري يؤكد التزام بالجدل الزمني للاعلان الدستوري اللي تم الاستفتاع عليه في مارس ويمكن عندنا كمان من اليوم السابع صفحة الثالثة انفراج أزمة موبكو وإعادة تشغيل ميناء دمياط ممكن ده خبر مباشر شوية الخبر بعد كده يعني خبر تاني مش مباشر مش مفرح انفجار مصورة مياه في محطة مصر يعطل حركة القطارات ويغرق مكاتب الحجز والساحة الخارجية ده من المصر اليوم وكمان من جريدة الأهرام الصفحة الأولى الحكومة تبحث الاقتراض من صندوق النقط ومن الشروق برضو المعونة الأمريكية تدعم مصر في حل أزمة حصة مياه النيل هي معونة فنية أكتر منها طيب والأهرام الصفحة الثالثة أخيرا استيراد 49 ألف رأس ماشية حية خلال 40 يوم نبدأ على طول من جريدة المصر اليوم والإسلاميين يستردون القوف في التحريق يمكن مليونية 18 نوفمبر المبارح زي ما قلنا في البداية ما بين مؤيد وما بين معارض في بعض الأحزاب قطعت في بعض الأحزاب كانت موجودة فأريد تحرك تقول لنا تفاصيل مليونية المبارح وانتهت على إيه يعني طبعا هو دل الخبر أو المشهد الرئيسي اللي كان لكل الجرائد أعتقد أنه هو الصفحاتها الأولى أو المنشطاتها الأولى يعني تعالى من البداية كده نقول يعني تم الدعوة لهذه المليونية لمطلب اللي هو رفض الوصيقة رفض الوصيقة يعني مسألة كان الدعوة أنه ضد الوصيقة ولكن أعتقد إنبارح كانت المسألة أنه أصبح هناك قفض على بعض هذه المطالب على هذا المطالب إلى أمر مختلف تماما هو تسليم السلطة لا بس خلينا أقول لك يا فندي ممكن الدعوة المليونية دي كانت موجودة من زمان جدا من قبل وصيقة الدكتور علي السلمي الدعوة المليونية كان الأساس فيها بالأمس أنه مسألة أنه نحن ضد هذه الوصيقة لا مهدام من بعد قوى الإسلامية اختلاف حواليها بالزبط هل هي كانت تم إطلاق جمعة الوصيقة أو جمعة المطلب الوحيد أو الأخر يعني إنبارح حصل قفض تماما في شبه أعتقد منورة سياسية أو نسميها إغارة سياسية للاستباق في حالة فرض قوى من القوى الإسلامية لأن مشهد إمبارح بالأمس خلينا إمبارح أنها لحظة إمبارح كان الغلبة فيها للطيار الإسلامي مطار السلفي مطار السلفي سواء السلفيين أو الإخوان هم أعتقد اللي فرضوا الأجندة إمبارح ولكن اللي هم ألفت الانتباه في هذا الأمر يعني إمبارح تم ختام المشهد إمبارح بضرورة تسليم السلطة يعني فيه فيه تناقض في هذا المطلب بالنجة نظري أنا يعني إحنا لما تكلمنا على وصيقة السلمي اللي إحنا هي المبادئ الأساسية أو المبادئ الحاكمة للدستور تحججوا بأنه ده بيتعارض مع الإعلان الدستوري طيب إمبارح المطلب تسليم السلطة فيه إبريف زي ما قالوا أعتقد برضه بيتعارض مع الإعلان الدستوري لأن الإعلان الدستوري بيقول أنه بعد انتخاب مجلس الانتخابات البرلمانية مجلس الشعب والشورى بيتم في خلال ستين يوم تشكيل اللجنة التأساسية لوضع الدستور ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من الدستور يتم الاستفتاء عليه وفي خلال ستين يوم يتم الانتخابات الرئاسية يعني أنت بتتكلمي على مدى قد يمتد بنا إلى نهاية العام أو يمتد بنا إلى بداية العام 2013 يعني بالتالي ده يتماشى مع ما تم الإعلان عليه فيه إعلان الإعلان الدستوري تم الاستفتاء عليه اللي هم متمسكين به وهم متحججوا أنه وصيقة الدكتور علي السلمي هي قفز على الإعلان الدستوري تم الاستفتاء عليه وإنه ده تزوير لإرادة الشعب وده وصايع على إرادة الشعب يعني المسألة هنا برضو فيه تناقض يعني أنا عايز أجمل كل هذا المشهد بالأمس هو مشهد أعتقد أننا نفتقد في لحظة عقل يعني هذه الأشياء الخلافية والقضايا الخلافية أعتقد كانت يجب أن تذهب بنا إلى موائد الحوار وليست إلى المادين والتظاهر والاستعراض القوة يعني أنا أعتقد أنك في حالة استعراض قوة من بعض الجماعات في وقت برضو يعني احنا بنستعد فيه الانتخابات برلمانية احنا على مسافة حوالي 7-8 أيام من المرحلة والقلم من الانتخابات يعني هي برضو مسألة فيها يعني ارتباك ارتباك بيزيدها تعقيدا بالتصعيد وبالتهديد بالمواجهة لأنه اللغة أو الخطاب اللي كان متصدر مبارع في المشهد هو خطاب تصعيدي خطاب مواجهة سواء من القوى الإسلامية ضد المجلس العسكري يعني أنا أعتقد المسألة أننا نحتاج إلى لحظة عقل لأنه فعلا إحنا في مرحلة لا نريد أن نتم تعقيد المشهد أكثر من أكثر ما هو معقد أنه مجلس العسكري بالفعل كان هناك أخطاء حدثت من البداية لكن فرض علينا هذا الوضع الآن علينا نحن نسير فيه للنهاية أعتقد أن الخلاف في بعض القضايا يعني كانت المسألة وصيقة السلمي بالأمس تم الإطاحة بكل ذلك أنا أريد أن أعرف أن الوثيقة وصلت لأيه دلوقتي هل سمعنا أن الوثيقة تم تأجيلا لما بعد الانتخابات البرنامج؟ لا 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 لم يحدث المسألة أن الوثيقة موجودة أعتقد أننا علينا أن نتمسك بالمواد بالفعل المواد أنه شايف أنها مواد مهمة جدا وحيوية وضرورية جدا قبل الإعداد للدستور هناك بعض المواد التي تم الاتفاق عليها لتغييرها أو تعديلها والخاصة بالمادة 19 وخاصة بوضعية الجيش ونقشة ميزانية الجيش إذا كانت هذه المواد هي مواد الخلافية أعتقد أن الحوار هو الأفضل هو الوسيلة الأفضل وليس التصعيد والتلويح بالقوة والاستعراض القوة والحجد والتعباء والبعضة كمان هدد بعثهم مدنيا يعني أنا أعتقد هذه لغة غير مطروبة في هذا التوقيت يعني أعتقد أنه ده هيزيد الأمر تعقيدا هزيد الأمر انقساما لأنه في قوة قوة رفضة قوة رفضة من منطلق أن هذا يجب أن يتم بالحوار وبالنقاش وليس بالاستعراض القوة لأنه يعني أنا أعتقد أنه إذا كان البعض يقول الصورة سرقة لا من الجهات من الذي يدير أمور البلاد أعتقد أنه أيضا الصورة تم الجنوح بها لأجندة معينة بتفرضها جماعات محددة ليه صالح وفرض أجندتها لأنه الخطاب بالأمس يعني كان خطاب استعلاقي خطاب قوة واضح في اللهجة وفي التحدي وفي التصعيد نحن نريد دولة ديمقراطية حديثة بتعتمد على المواطنة على الحقوق المتساوية على عدم التمييز على عدم إنشاء أحزاب على أساس ديني كل ذلك أعتقد هو يعني لا يضر أحد إنما أن التلويح بإمبرح يعني بعد الخطابات والشعرات كانت خطابات غير مقبولة على الإطلاق السيطرة على المشهد من جانب الإسلاميين ده كان غير مقبول ده بيزيد أعتقد الانقساب لأنه يعني هناك قوة قوة رافضة يعني هناك قوة كثيرة كانت رافضة لهذه المليونية لأنه أعتقد أن التصعيد المفاجئ بالأمس ده حيزيد المشهد ارتباكا إذا كان كده فأعتقد أنه هذا النوع من المناورات لا يفيد في هذه المرحلة خلانا نروح لجريدة الأخبار والصفحة الأولى والمجلس العسكري يؤكد الاتزام بالجدول الزمني للإعلان الدستوري تفاصيل الخبري فينا ما هو نفس يعني أنا أعتقد هو هو مرتبط أو مرتبط مرتبط به المليونية المليونية الأمس أو التعباقة اللي حصرت بالأمس أنه المجلس العسكري يعني يرجع الناس إلى الإعلان الدستوري إذا كنا بنقول إحنا متمسكين بالإعلان الدستوري رغم أنه ما يعتقد أنه كان خطوة غير مطلوبة يعني فأوكي إذا كان هناك السفتاء على الإعلان الدستوري اللي وافت عليه الأغلبية فإعلان الدستوري زي المجلس العسكري ما بيقول بيقول أنه انتخابات مجل الشعب وشورى ثم في خلال ستين يوم برضو لتشكيل اللجنة لإعداد الدستور ثم تسيير الأمور بعد إعداد الدستور إلى استفتاء ثم في خلال ستين يوم إلى المجلس العسكري يعني هذا هو المجلس العسكري بيؤكد عليه وللرد على من يقولون أو يطالبون بالأمس بضرورة تسليم السلطة في نهاية إبريل أو الدعوة إلى السبع المدني أو أنه بعد تلاتين إبريل أو أو ميو أنه ليس هناك وجود للمجلس العسكري يعني أعتقد أنه ده كان رد رد واضح عليهم بأن المسألة أنت اللي وفيت على إعداد الدستوري فبالتالي على الإعداد الدستوري قادي حسياته وقادي تفاصيله علشان الوصول إلى الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة المدنية المجلس العسكري طلعت تصريحات ومتضربة إمبارع أنه قال أنه نحن هنسلم السلطة لسلطة منتخبة مدنية خلال 2012 وفي كل مرة بيؤكد حرصه بالفعل على أنه غير راغب في السلطة على أنه هسلم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة وده وفقا للإعلان الدستوري اللي احنا تجرعنا أو اللي احنا قابلنا به في المرحلة الانتقالية الحالية خلالنا نروح للجريته اليوم السابع والصفحة الثالثة وانفراج أزمة موبكو وبدء تشغيل ميناء الدمات يمكن ده خبر آه يعني خبر يعني شوية يعني مبهج شوية هسنعطة فصيل الخبر وهل تم حل الأزمة عشان سمعتنا تم حل الأزمة عن طريق لجمة الحكماء لجمة الحكماء وطبعا يعني تعرفين النهاردة اليوم اللي 11 كانت الطرق الموضية الميناء مغلاقة الميناء توقف وده تسبب في خسائر كتير جدا عارفيني ميناء دميات من أحد المواني المهمة جدا على البحر المتوسط يعني أدت الخسائر خلال 11 يوم إلى حوالي مليار مليار جنيه كل الخسائر يعني كل ده بسبب أزمة المصنع مبكل بالبتركميات اللي هو تابع لشركة أجريوم يعني المسألة بالأمس تم بالفعل لجنة الحكماء المهندس مدوح حمزة راح تم الوصول إلى صيغة أو إلى وثيقة شعبية بالأمس لحل هذه الأزمة بأنه تم التوقف أولا عن التوسعات رغم أن هذه التوسعات أعتقد كانت ستدر يعني ملايين الجنيهات وهتوفر فرص عمل كثيرة جدا بس في المسالوقت هي بتدر المواطنين وده كان طلب أساسي لهم بالتأكيد لكن أنا أعتقد أنه كان من المفروض من البداية أقطاء أعتقد هي التي تؤدي في النتيجة تؤدي في النهاية إلى هذه النتيجة وفي الآخر لا صحيح إلا صحيح لكن أنا أعتقد أنه نحتاجين في كل أزمة إلى لسوت عقل وحكم هي مسألة بالأمس أنا بارح الخطوة أنه هناك هتكون هناك وثيقة شعبية الوثيقة وافت على أنه وقف التوسعات المصنع واحد واثنين من موبكو مسألة أنه تشكيل لجنة دولية محايدة لتقييم الأضرار النتجة عن المصانع وخاصة الأضرار البيئية لأنه قيل أنه إنتاج البلح ومعرفش بعض المحاصيل الزراعية تأثرت كثيرا بالأضرار أو تأثيرات المخلفات مصنع مصنع بوكو في دوميات فأنا أعتقد أنه مسألة أنه استفاق على هذه الوثيقة يعني أدى بالأمس إلى انفراج الأزمة وعادة تشغيل بناء مرة أخرى أنه ده بضر كثيرا جدا بالاقتصاد المصري لأنه ميناء مهم جدا ميناء كممكن عمل معه تعتبر ميناء غير آمن وبالتالي يحقق مزيد من الخسائر للاقتصاد القومي في المرحلة الحالية أعتقد أنه لا نقصد فيها أي خسائر تاني